اعتمد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عدد من الاجراءات الاضافية للتعامل مع التحديات والصعوبات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية وشدد المجلس في اجتماعيه المنحقت عبر الاتصال المري على دعوة رئيس الوزراء في اجتماعيه مع رؤساء بعثات وسفراء وممثلية الدول الشقيقة والصديق المعتمدين لدى اليمن بالمطالبة تحرك دولي عاجل لدعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لردع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوث الارهابية ضد الشعب اليمني واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والنقل حول الاشكاليات القائمة في تزويد محطات الوقود بالكهرباء والجهود المبذولة لتجاوزها والمنتطلبات العاجلة وفق مسار سريع ليوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء وأكد دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات والتوجيهات وفق الإمكانيات المتاحة والتنسيق مع الاشقاء في السعودية والإمارات لتقديم دعم عاجل في هذا الجانب واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير من وزير الدفاع حول مزيدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في مختلف الجوانب والتحشيدات الحوثية المستمرة كما قدم وزير المالية تقرير حول وضع المالية العامة والإجراءات والإصلاحات المستبرة للتقليص الانفاق العام ورفع مستوى الإرادات على الضوء والتحديات المسجدة واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول توافر السلع الأساسية في المناطق المحررة وإجراءات ميليشيا الحوث الإرهابية ضد القطاع الخاصة والبيال الاقتصادية مؤكدا أن المخزون السلعي في الحدود الأمينة وليس هناك أي شحة في المعروض خلال الأسهر القادمة وناقش مجلس الوزراء الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار الغزيرة في أنحاء متفرقة من محافظة ترخب السغطرة وجهود السلطة المحلية والجهات المعانية في عملية الإغاثة والإنقاذ ومساعدة المتضررين ووجهت الوزارات والجهات المعانية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية والمنظمات الإغاثية للحد من أضرار المنخفض الجوي وتقديم العون المساعدات اللازمة للعائلات المنكوبة